شاب عراقي أخذ على عاتقه مع مجموعة من رفاقه مساعدة الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا وذلك عبر فريق للإغاثة يتولى إيصال قنان الأكسجين إلى المصابين وكذلك التوعية بكيفية استخدامها خدون الصعب كل شيء أمامه سهل كدحرج قنينة الأكسجين محكما قبضته على مكمن الخطر فيها وبحذر المسعفين يتجهز وقائيا من وباء يعمل جاهدا على كبح جماحه ينتقل بدراجته النارية لقتال عدو غير مرئي وينطلق مسرعا لمن يطلق استغاثة عبر الهاتف طوارئ للإغاثة والتوعية أيضا فخدون ورفاقه يحذرون من استخداما خاطئ لقنان الأكسجين التي قد تتحول القنابل موقوة داخل المنازل إذا لم يتم استخدامها بطريقة مثلة استخدام الخطأ لقنان الأكسجين تسبب خطر لكن قنينة الأكسجين هي قنينة أكسجين يعني مصنعة حتى تنطيني أكسجين الأكسجين نقي فيشتعل بأي مصدر حرارة آخر فلذلك أنه أبعد قنان الأكسجين عن أي مصدر حرارة أو عن أي زيت القنينة تنقلها بطريقة الدحرج العامودية وليس الأفقية لأنه بالأفقية ممكن ينظر برأس القنينة وتصير طور بي التاقيم هو سلاح يستخدمه لمكافحة العدوى وتهيئة لانتقال الأكسجين إلى مريض آخر فله هو الآخر قواعد للسلامة عقماية وينشفها يعني الراس القنينة ليظل يلح به بخات بسيطة من قبل الكلور أو الديتول ويكون كافي نحن ننصح بالكلور الديتول ما نعرف لحد هاللحظة جد هو قاتل الفيروس لكن الكلور والكحول هو قاتل أكيد الكحول أيضا شوي بعدوه عن قنان الأكسجين يعتبر بمادة كحولية الحريق الذي أصاب مستشفى ابن الخطيب فتح عين الناس على خطر محدق منهم إن لم يحسنوا التعامل معه الصياط والإرشادات عدم مسك عنق الأنبوبة أو رأس الأنبوبة أو الاستوانة واليد تكون فيها دهون أو منظفات أو معاقمات لأن ذلك سيسبب تأكسد عالي وانبعاث حرارة عالي وبالتالي حصول شرارة للأكسجين المتسرب وانفجار القنينة التعقيم، الكمامات، اللقاح والأكسجين وغيرها من الأدوات باتت رفيقة للبشر أينما حل وارتحل ويبدو بأنها ضيوف قد يطول مقاؤها مع انتشار أكثر للوباء ما يعطي دافعا لمهتلف الجهات لتوعيتهم على التعامل معها واستثمارها بطريقة أفضل من بغداد الاسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر